أحمد حسام ميدو في تغريدتين له مشغول بجزئية عبدالله السعيد وفتح وقال ميدو في التغريدة الأولى أنه إدارة الأهل أخطأها قليلة ولكن كان يجب حماية اللاعبين بشكل أفضل طالما أنكم فعلا بتقدروهم مهما كان القرار وقال الأهل زعلان من الجمهور أنه هاجم عبدالله وفتح ومش زعلان من حملة الابتزاز العلنية اللي اتعاملت على اللاعبة اللي كانت السبب الرئيسي في رد فعل الجمهور ضد عبدالله وفتح لو الله لو في ابتزاز نزعل الجمهور عمره ما كان هيعمل كده لوحده ده كلام ميدو أولا ميدو يعني قال حاجات ما فيهاش يعني إساء الحد بس هم قال ناشي إزاي أحمي اللاعبة إزاي إن إحنا ناشدنا هنا ما حدش يسيء ليهم قبلوهم أحسن استقبال اللاعبة دي أخلاصة فين الابتزاز إذا كان في حد تاني يبتز أنا ما عرفش وأنا أضم إيدي في إيده لو كان في حد حرض الجمهور عليهم وأنضم إليه شوفوا أنا علشان مفهوم أو كلمة الابتزاز اتكررت كتير في القضية دي بالذات اليومين اللي فاتوا وأنتم ليه مش واخدين بالكوا إن المطلوب إن الناس يتلعب في النادي الأهلي ما أعتقدش الأهلي محتاج يبتز حد أي أن كان هو الحد عبدالله السعيد وأحمد فاتحي لتنين أحسن لعيبة في مصر واحد رقم واحد والتاني رقم واحد مكرر بس بلو ده النادي الأهلي ولا تبخسوا الناس أشيائهم ما أعتقدش أبدا أن في حد لعب كورة أي أن كان هو مين الأهلي محتاج يبتزه عشان يقعد في النادي الأهلي مهما كان هو مين أنا بقول لكم الاتنين أحسن لعيبة في مصر ما فيش أي لعب حاجز أنك تقول كده طبعا والأهلي ما بقاش أهلي بهذه القيمة وهذا الفريق ما بقاش بهذه القوة اللي بتفرح جمهوره إلا بوجود كل دول بما فيه مع عبدالله وفاتحي هما دول اللي حافظوا قوة الفريق في الفترة الأخيرة مع كل زمائلهم فلا إحنا ما بنتكلمش على ناط صغير الناس محتاجة أن تبتز العيبة الناس محتاجة تبتز العيبة علشان تقعد فيه لا يا جماعة روح تقول أبلغ عليك التجنيد مثلا روح تقول لأخوك اللي طلعته هرجعه إيه شكل ابتزاز شفتوا بقى أشكال ابتزاز فبالتالي أرجوكوا حطوا الألفاز في مواضعها لكن رقم واحد إحنا أكتر الناس قلنا للجمهور أرجوكوا حافظوا على قيمة وصورة وشكل ومستوى المعاملة المحترمة لجمهور الأهلي مع العيبة الأهلي قلنا أن يبقى بحب أو يرحلها باحترام لأنه في النهاية الناس دي قدت وأخلصت وانتمت بجد ودفعت عن فنلة الأهلي بشرف فما ينفعش أبدا أي أسألين وأتمنى أنه بأي حال من الأحوال ما يبقاش فيه أي غضادة في علاقة أحمد فتحي وعبدالله السعيد بالأهلي أيا كان مستقبلهم الكرة ما تعرض له اللاعبان في المباراة نتيجة زأ وزأ معروف وأسماء معروفة وتواريخ معروفة مش من أهلي ومش من الأهلوية إنما أنت عارف لما بتشتم في مجموع بيبقى متحمس يردد وراك لكن صناعة الموقف ليست صناعة أهلوية كلنا نحب من أخلص للنادي الأهلي حتى اللحظات الأخيرة في عقده من كان رجلا بشكل كافي أنه يصارح النادي الأهلي بمقفه عشان ما تعملش حسابه ولا كنا زعلنا من غيره إحنا ما زعلناش من حد بس إحنا بإجن الله الموضوع ده ينتهي على خير والصالح اللاعبة والصالح النادي الأهلي ده المهم جدا وفي كل الحوال حتى موقف نهاكة تاني برضه عشان ما ممكن واحد يقولك شوفي بيبتزوم إزاي ما هو أنت بتقولي صباح الخير كمان بتقولي صباح ما هيشتغلوا لك كده تاني نلاقص اللاعبة دي نقعدت هنبقى سعداء جدا جدا جمهورا وأعضاءا ومسؤولين وأنا وانت وسلام يا جدع واخد بالحضرتك تنبرارة تاني هنبقى أكثر الناس سعداء لأن لعبة مهمة جدا مش هتقدر تعمل لاعب ها بالتأكد كلهم تاني إلا بعد فطرة ايه اتنين طب افرد مصلحة أحدهما أو كلاهما أنه لا والله الفارغ كبير يا جماعة لازم نفهمه بالزبط لازم نعضاره بالزبط بالزبط أنا حتى قلت التعبير ده لا في موقف إنساني لازم أن يكون حاضر في المناقشة يعني هو تضحية لي حدود بالزبط لكن لو الحدود واسعة خلاص حاجة من اتنين يا استدرج أنا للتغطية الفجوة الوسعة وده مش من اصلحة النادي الآلي ولا الفريق المصلحة إنه بقى فيه تغطية وفيه تنازل متجانبين لو الأمور بالنسبة لو الأمور نقدر نقربها الناس بتشتغل على دي والدليل على كده إن الملفات مفتوحة لسه ايه إنما مسألة إنك توقعوا بقى بين اللعيبة والمسؤولين في الأهل مش هتعرفوا اللعيبة عارفها عشان كده مجلس الإدارة أكد النهاردة على إنه بيرفض أي إساءة للنقوم الكبار وبيرفض حتى أي خروجات من الجماهير أولا دي لرياضة دي لرياضة ولا روح رياضية ولا عدل ولا احترافية ولا في النادي الأهلي كل العوامل دي إذا تواجدت في أي أماكن أخرى مش في النادي الأهلي النادي الأهلي بيقول لللي بيخلص له أشكرك كنت أتمنى تبقى معي أكثر من هذا مش أكتر من كده فدي لعيبة لهم تقدرهم عندنا مش بنقول كده عشان يعني كلمتين خيبين تراموا هنا ولا هنا يعني صحيح لأن دا الحقيقة اللي عيبة دي نقدرها واخد بالك وإذا بقي يبقى بحب وإذا رحلة بحب واحتراف صحيح وده المصلحة منتخب مصر اللي بيستعد في هذه المرحلة يمكن خلاص تم اعتماد خطة المباريات الودية اللي هيلعبها المنتخب سواء مباراته في الكويت أو مباراته مع كولومبيا أو المباراة الأخيرة مع بلجيكا أعتقد أحمد فتح وعبد الله السعيد من الأعمدة الأساسية مع كل زمائلهم في المنتخب الوطني اللي بإذن الله تعالى يشرفنا في كأس العالم في روسيا بمناسبة المنتخب وبمناسبة تقلق نجومه محمد صلاح ما شاء الله مكسر الدنيا أعتقد ما يحوز صلاح من مكان